ربما لم يقصد أن يفعل هذا الأمر مع والدتهما الملك رانيل عبدالله فولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وشقيقته الأمير إيمان تسببا في وقوعها بموقف صعب لكن المفاجأة كانت فيما كشفته قرينة العاهل الأردني أمام الكاميرات في لقاء تلفزيوني عما فعلاه فما القصة؟ كنت أتوسل إليكم بهذه الكلمات كشفت الملكة رانيا العبدالله الموقف الصعب الذي ربما تقع فيه أي أم حينما يقبل أبناؤها على فعل شيء واحد دون فارق زمني كبير فالملكة رانيا دائما ما كانت تدعو الأميرة إيمان وولي العهد الأمير الحسين للزواج وتحمل كل منهما مسؤولية حياة منفصلة عن القصر الملكية لكنهما لم يلتزما بهذا الطلب إلا بعد وقت طويل فحينما قررت الأميرة إيمان أن تتزوج لحق بها شقيقها الأمير الحسين حينما أقام حفل الزفاف وارتبط بصاحبة السمو الملكي الأمير رجوى السيف بفارق لا يزيد عن أربعة أشهر عن شقيقته إيمان لكن رغم أن الأميرة إيمان تزوجت من جميل أليكسندر الذي كان في بديء الأمر غير مسلم وأعلن إسلامه قبل الزواج وفضلا عن وجود عادات وتقاليد لديه تختلف عن عادات المملكة الهاشمية كما أن ولي العهد تزوج أيضا من صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوى السيف بعدهما بما لا يتجاوز الأربعة أشهر إلا أن الملكة رانيا كانت لا تريد شيئا أفضل من ذلك لكنها كانت تفضل أن يكون هناك فاصلا من الوقت بينهما حتى تستطيع أن تكون أكثر جاهزية لعرس ولي العهد لكنها في الحوار التلفزيوني مع المذعين الأمريكيين قالت رغم الإرهاق وضيق الوقت إلا أن هذا أفضل شيء في حياتي أمر كانت تفعله الملكة رانيا قبيل زواج الأميرة إيمان من جميل أليكسندر فكانت حينما تلتقي بأحد سواء من العائلة الملكية أو أي ضيف يحضر إلى القصر الملكي تقدمها على أنها العروس المقبل زواجها فما زحت المذعين قائلة كانت إيمان تقول لي دائما أنت يا أمي دائما كلما تقابلين أحدا تقول له إن ابنتي إيمان ستتزوج العام القادم سأكرر هذه الجملة حتى أحفظها لكنها رأت أن ذلك سيكون أفضل شيء يفعله ولي العهد والأمير إيمان فهما سيجعلان زوجته وزوج إيمان يلقبها بلفظ ماما الذي دائما ما تطرب أذنها عند سماعه أفضل شيء أحبه كلمة ماما وستقال لي من رجوى وجميل ففي حفل زفاف أسطوري أقيم في المملكة الأردنية الهاشمية في الأول من يونيو الماضي لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله وصاحبة السمو الملكي الأمير الرجوى السيف وحضره معظم رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والعربية وأقيمت العديد من المراسم المختلفة كالموقب الأحمر وغيرها من المراسم لكن حفل زفاف الأمير إيمان وجميل أليكسندر كان قبله بحوالي ثلاثة أو أربعة أشهر على أقصى تقدير وأنتم برأيكم كيف تتصرف الأم حينما لا يسعها الوقت للتحضير لحفلي زفاف لابنين من أبنائها يعقب كل منهما الآخر